موسيقى بالنسبة لمشكلة التهاب الوظروف الضلعي طبعا فيه اشخاص كتر يعني ناس كتير بتشتكي من قلم في الصدر والحقيقة ان معظم الناس بيلتبس عندهم الامر لما بيشعروا بقلم في الصدر على طول بيجي في دماغهم ان في مشكلة ما في القلب وان الوضع بيمس الخطورة او يعني بيصير القلق عندهم والحقيقة احنا ذكرنا قبل كده في فيديو سابق اسباب الام الصدر المختلفة الصحيح ممكن يكون من بينها مشاكل في القلب ولكن مش كلها ممكن يكون الالم الذي يشعر به المريض هو مجرد الالم في الصدر في العظام القفص الصدري او في غضاريف القفص الصدري وهذا الالم زي ما احنا هنتعرف على التهاب الغضروف الضلعي التهاب الغضروف الضلعي ده بيحدث في الغضاريف التي تربط العظام القفص الصدري بعظمة القص الموجودة في منتصف الصدر معروف ان يوجد بين مكان التقاء اي عظمتين في الجسم يوجد غضاريف لينة بتساهل من حركة العظام وبتساهل من تمدد العظام في حالة القفص الصدري علشان يساهل طبعا عملية الشهيق والزفير الألم اللي بينتج من التهاب الغضروف الضلعي هذه الغضاريف الضلعية هذا الألم بيشبه النوبة القلبية وطبعا هذا الألم بيسبب ألم شديد وبيسبب ازعاج شديد للمريض الألم الصدر المرتبط بالتهاب الغضروف الضلعي غالبا بيحدث بعد ممارسة حركة عنيفة وليكن تمارين رياضية عنيفة أو حدوث صدمة أو ارتطام الجسم من جهة الصدر بجسم صلبة زي السقوط أو عدوى الجهاز التنفسي عدوى الجهاز التنفسي اللي بتستدعي أن المريض بيصاب بالسعال الشديد مع كسرة السعال بيصاب وكسرة حركة عظام القفص الصدري أثناء السعال بيسبب ألم للمريض بننتقل بالنسبة للأعراض التي تظهر على المريض المصاب بالتهاب الغضروف الضلعي زي ما ذكرنا التعب الغضروف الضلعي بيسبب ألم حاد في مقدمة الصدر أو في مكان التقاء عظام القفص الصدري بعظمة الخاص وهذا الألم ممكن يمتد وينتشر إلى الظهر أو إلى البطن أيضا الألم بيشعر بالمريض وبيزداد عند التنفس بعمق أو عند السعال وبيلاحظ المريض أنه لما بيحاول يتنفس ببطء بيختفي الألم أو بيل تدريجيا كمان ممكن تحسس موضع الألم فالمريض لو قام بالضغط على بضغطة خفيفة بأصابعه على منطقة الصدر المنطقة اللي فيها الألم بيشعر بالألم فإذا المريض ضغط على مكان الألم ولم يشعر بألم خارج مكان ما هو بيضغط إذن هو ما عندهش التهاب غضروف ضلعية ولكن بيكون بقى سبب الألم أمر آخر ربما خاص بالجهاز التنفسي أو الجهاز الوعائي في جسم الإنسان طبعا إذا كان التهاب الغضروف الضلعية بسبب أن الإنسان أو المريض أم بجراحة في الصدر مثلا زي جراحات القلب المفتوح أو دعمات القلب أو مشارعين القلب فطبعا بيكون أمر طبيعي أنه في فترة النقاة بيشعر المريض بألم في منطقة الصدر كمان بيميز ألم الجراحة في الصدر أنه بيبقى مكان الألم في أحمرار وتورم وربما مكان ما الجراحة أم بنشر العظام أو قطعها بيجد المريض ممكن بعد الإفرازات الصديدية بالنسبة للأسباب التي تقف وراء إصابة الإنسان بالتهاب الغضروف الضلعية يعني غالبا السبب لا يكون واضح ولا يكون سبب معلوم في معظم الحالات اللهم إن لو الإنسان تعرض لحادث أو تعرض لإصطدام جسم صلب بغضاريفه أو أصاب بعض الردود والكتمات في منطقة الصدر لكن ممكن من أسباب التهاب الغضروف الضلعية زي ما ذكرنا الضربة ضربة أو صدمة على الصدر ممكن الإجهاد البدني زي التمارين الشقة أو السعال الحاد أو الأشخاص اللهم بيمرسوا رياضة رفع الأسقال وخاصة الجزء الخاص بمنطقة الصدر طبيعي بعد التمرين بيشعروا بألم في منطقة الصدر في العزام وغضاريف الصدر أيضا ممكن من أسباب التهاب وظروف الضلع هو التهاب المفاصل أو حشاشة العزام إذا كان المريض بيعاني منها التهاب المفاصل أو عنده تاريخ منها حشاشة العزام أو كان المريض بيعاني من التهاب المفاصل الروماتويد اللي هو المعرض المناعي فمن المتوقع أنه يصاب بالتهاب في غضاريف الضلعية في الصدر ايضا عدوى المفاصل العدوى اللي بتسببها الجرسيم وبالتحديد فيه المفاصل زي مرض السل او زي مرض الزهري بيسبب ايضا بتنتقل العدوى الى مفاصل الجسم وبعض انواع العدوى الاخرى زي مرض اوداء الرشاشيات يعني جرسيم معينة بتستقر في مفاصل جسم الانسان ومن المتوقع ان لو الانسان مصاب باحد هذه الجرسيم ان هو يعاني بألم في مفاصل الجسم المختلفة او في منطقة معينة زي مفاصل الصدر او مفاصل الركبتين ايضا الاورام بتقف وراء اسباب التهاب الغضريف الضلعية الاورام سواء السرطانية يعني النوع الحميد او النوع الخبيس ممكن يسبب التهاب الغضريف الضلعية او التهاب اي غضريف في منطقة معينة في الجسم وطبعا ممكن السرطان لو كان سرطان عزام ينتقل من منطقة الى اخرى او ممكن مش لازم سرطان العزام سرطان عضو معين في الجسم زي سرطان الصدر او سرطان الرئة او الغضة الدركية وينتقل الى العزام او الى سرطان جديد بالنسبة للعلاج علاج الالم او الالتهاب الناتج من الغضريف الضلعية اذا كان السبب هو اجهاد بدني فالعلاج بيتمثل في الراحة الراحة وتجنب التمارين الشقة اللي بتأثر على الصدر بصورة مباشرة ده طبعا بتوفر قدر كبير من رحلة العلاج كمان ممكن استخدام بعض المسكنات للضرورة وان كنا بننصح بعدم المبلغة فيها او عدم الاكسار فيها او عدم تناول المسكنات بصورة تلقائية لكن في مسكنات يعني لها درجة امان عالية بينصح فيها للضرورة في حال تعزر زيارة الطبيب او الانسان مسلا مرتبط بموعد معين او الانسان اه في وقت متأخر او حاجة زي كده فممكن يلجأ يعني القدر بسيط من المسكنات الامنة اللي لها درجة امان عالية وعلى انه هو طبعا يعرض نفسه على طبيب متخصص في حال اتيحت له الفرصة واستمر الالم او استمرت المشكلة معه. المسكنات زي البراستامول والايبوبروفين والاسيتامينوفين يعني من اشهر المسكنات المستخدمة واللي لها نتائج فعالة في تقليل الالم. ولكن طبعا الاشخاص الاطفال او تحت السن طمانتاشر سنة ينبغي عدم اعطائهم اي نوع من المسكنات بدون الرجوع الى الطبيب. كمان ممكن في العلاج الطبيبي يقوم بوصف بعض مضادات الالتهاب. الادوية المضادة للالتهاب او ممكن بعض الكورتزون لتقليل الورم او الالتهاب او تخفيف الالم. كمان من العلاجات اللي بستعد في تخفيف الالم الصدر المرتبط بالتهاب الغضاريف هو استخدام الكمدات الدافئة على منطقة الصدر او تناول ادوية السعال في حال كان سبب الالم الصدر هو السعال المستمر والسعال الشديد بتناول ادوية السعال بنقلل السعال وبالتالي بيقل الضغط على الغضاريف وعلى القفص الصدري بصورة عامة. كمان ممكن ممارسة العلاج الطبيعي العمل زي تحريك لعضلات الضلوع وعضلات القفص الصدري وتخفيف التوتر الذي يشعر المريض به. طيب في النهاية حبينا نوضح هل يمثل او يعدل تهاب الغضاريف الضلعية التي تسبب الم. هل تعتبر حالة خطيرة تستدع القلق? في بعض الحالات اللي احنا هنذكرها وبعض الاعراض اللي لو ظهرت على المريض نعم هي بتشير الى خطورة ويجب اذهب فورا الى الطبيب للحصول على العلاج اللازم وعدم تأخير الحالة. الحالات او الاعراض اللي لو ظهرت على المريض يجب القلق منها ويجب الانتباه لها هي تغيير نوع الالم اذا الالم اتغير او اذا الالم زاد اصبح اكثر حدة او اذا الالم استمر لفترة اطول او اذا الالم اتغير بمعنى ان هو انتشر. كان متركز في الصدر انتشر وبقوة واصبح بيسبب الالم شديد في الكتف او في الزراعة او في الفك او الرقبة او الظاهر. في هذه الحالة هذا الامر يشير الى خطر ويجب اللجوء فورا الى الطبيب. ايضا من الاعراض المقلقة اذا اصيب المريض بضيق في التنفس او الالم عند التنفس. يجب ان يقوم باستشارة الطبيب لان ممكن يكون عنده مشكلة حدة في الرئتين وتستدعي التدخل الطبي منعا لتوقف او انهيار وظائف الرئتين. ايضا اذا المريض عانى من الضعف او شعر به الضوار او حدث له اغماء. اذا المريض اثناء السعال وجد ان في بلغم داكن اللون او في دم في البلغم يجب ان هو يستشير الطبيب فورا لان ربما اه طبعا مش كل اه الدم الموجود في البلغم يشير لخطر ولكن في معظم الحالات ازا كان الالم في الصدر شديد وفي سعال مصحوب دم اه ممكن ده يشير الى اه بدايات سرطان الرئة فيجب الانتباه لهذه الاعراض جيدا ايضا من الاعراض اللي يجب الانتباه لها ازا شعر المريض بقلم في البطن او ازا يجد المريض البراز اه احمر اه اللون او اسود اللون بصورة قاتمة فيجب زيارة الطبيب وايضا ازا ارتفع درجة الحرارة للمريض عن تمانية وثلاثين درجة مئوية واستمر هذا الارتفاع او لا تستجيب الحرارة الى خوافض الحرارة الانسان بياخد خوافة حرارة ودرجة الحرارة ما بتنزلش عن تمانية وثلاثين او بترتفع عن كده فده وضع يشير بخطر ويجب الرجوء فورا الى الطبيب للحصول على المشورة والعلاج الطبي المناسب ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضحها بخصوص التهاب الغضاري فضلعية والمخاطر المرتبطة بيها واسباب هذا الالم الذي يشعر به المريض في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الاعجاب علشان ده بيشجعنا ان احنا نستمر نتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء علشان نتعم الفايدة الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات علشان يصلكم جديد الموضوعات اللي احنا بنترحها على حضراتكم في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في في فيديو جديد وموضوع جديد